تعالوا كده نقرأ المسائل ونشوف مع بعض المفروض نحلهم ازاي وايه هو التشابه والاختلاف ما بينهم المسألة الاولى بيقول ان فيه تمام فرق كرة قدم وكل فريق بيتكون من تسع لاعبين وبيسأل عن العدد الاجمالي للتلاميذ الموجودين طبعا علشان نعرف العدد الاجمالي للتلاميذ اكيد هنكرر التسعة تمان مرات او ندرب التمانية في تسعة على طول واكيد هيكون المجموعة هيكون اتنين وسبعين تعالوا كده علشان نعرف عدد الفرق هنضرب التمانية في تسعة والناتج هيكون اتنين وسبعين وهو ده عدد التلاميذ في كل الفرق اما في المسألة التانية بيقول ان فيه اتنين وسبعين تلميذ في ارضية الملعب وعاوز يقسمهم لفرق بس بحيث كل فريق يتكون من تسع لاعبين يبقى الفرق اللي احنا هنقسم ليهم اللي اتنين وسبعين تلميذ هيبقوا قد ايه علشان نعرف عدد الفرق اللي هنحتاج نقسم اللي اتنين وسبعين ليهم وكل فريق يتكون من تسعة يبقى هنعمل عملية اسمة من اللي احنا تعلمناها في سنة تالتة يعني هنقول اتنين وسبعين على تسعة ونقدر من خلال معلوماتنا ان احنا لما نقسم اتنين وسبعين على التسعة هتساوي تمانية لاني بندور على العدد اللي يضرب في تسعة يدينا اتنين وسبعين وهو التمانية وهو ده عدد الفرق طبعا علشان الاسمة والضرب عمليتين عكس بعض وده برضو اللي هنعمله في المسألة التالتة بيقول ان فيه اتنين وسبعين تلميذ في الملعب وعايز يقسمهم لتمن فرق علشان نقسم اللي اتنين وسبعين بالتساوي بين التمن فرق هنقسم اتنين وسبعين على التمانية يعني هنكتب اتنين وسبعين على تمانية فالنتج هيكون ايه اللي نضربه في تمانية يدينا اتنين وسبعين هو التسعة وبالتالي كل فريق هيبقى فيه تسع لاعبين بعد ما حددنا طرق الحل للمسائل التلاتة في السؤال الرابع مطلوب مننا نحدد التشابهات والاختلافات بين التلات مسائل طبعا كلنا ملاحظين ان عدد الفرق في التلات مسائل تمن فرق وكمان العدد الاجمالي لللاعبين اتنين وسبعين تلميذ وكمان عددهم في كل فريق تسع لاعبين اما الاختلاف اللي موجود بين التلات مسائل هو طريقة الحل كان بيتغير حسب المطلوب في كل مسألة يعني في السؤال الاول عملنا عملية ضرب علشان نعرف عدد اللاعبين كلهم اما في السؤال التاني والتالت عملنا عملية اسمة من خلال المثال اللي فات لازم نكون عارفين اننا علشان نقدر نتعلم الاسمة بشكل اسهل هنستخدم حقائق الضرب اللي احنا عرفناها من قبل كده اللي هو جدول الضرب لانهم عمليتين مرتبطين ببعض زي ما شفنا في المثال اللي فات واللي بيورينا ان الاسمة واحدة من العمليات المهمة اللي ممكن نشوفها في مواقف كتير جدا في حياتنا مش بس كده الاعداد اللي موجودة في مسائل الاسمة اللي بنحلها بيبقى لها مسميات ومفاهيم هنتعرف عليها النهاردة تعالوا نتعرف على المفاهيم في عملية الاسمة من خلال المثال اللي جاي معنا اللي موجود في نفس الصفحة في جزء تعلم نشاط اسمه ما الباقي وافتكروا انكم تقدروا تعبروا عن حلكم باكتر من طريقة زي انكم ترسموا رسمة بسيطة او تحلوها بكتابة معادلة تقدر تتابع كل دروسك على تطبيق مدرستنا فلس مدرستنا المستقبل يبدأوا الان ترجمة نانسي قنقر